موسيقى المؤتمر والمعرض المصاحب إليه واللي يركز ويسلط الضوء على صحة الرجل أعتقد بيكون لأثر كبير لأنه مؤتمر متخصص والرجل يعني يمر بمراحل مختلفة يتأمن طفول تيلين شبابة وأيضا حتى إلى شيخوخ في أشياء خاصة فيه وخاصة أيضا ببعض الأمور المتعلقة فيه هو فأنا أعتقد وجود تنظيم هذا المؤتمر واللي يسلط على الأنواع الأمراض المتخصص واللي أكد على أمية صحة الرجل وإنتاجيته وحيويته وطاقته للإسهام في خدمة المجتمع وتنميته أعتقد بيكون لأثر كبير إيجابي ونحن سعدها بهذا النوع من هذه المؤتمرات ملتقى صحة الرجال للسنة يعتبر هذا أول ملتقى أو تجمع علمي يشمل مواضيع تتعلق بصحة الرجل بالإضافة إلى التوعية الموجهة للجمهور طبعا اليوم الأول من المؤتمر كان مخصص للجمهور كان فيه نقاش حول عدة مواضيع تتعلق بالجمهور التوعية من أمراض الذكورة في مجتمعاتنا الحالية نشوف أنه في زيادة مستمرة في العمر الافتراضي عند الرجال فبالتالي الأمراض والمشاكل راح تطلع بشكل أكبر فبالتالي تحتاج إلى توعية وفحص مبكر للكشف عنها مبكرا من ثم العلاج الرجال ما راحوا يتقدمون لعمل الفحوصات اللازمة فإن شاء الله المحاضرة بتكون عنها الموضوع توجه الكامل في تخصص صحة الرجل أتصور هذا الجهد اللي بدلته إندكس في تنظيم هذا المؤتمر وبالذات في هذا الوقت نحن محتاجين إلى توجه كامل لكافة حياتنا الصحية ومؤسساتنا الصحية تواجد أقدر أقول للمكثف من العلماء والخبراء والأطباء في مجال صحة الرجل وفي مجال المسالك البولية في هذا الملتقى قد يكون بداية قوية إن شاء الله إلى أن نضع برامج تثقيفية برامج توعوية لا ترتبط فقط في موضوع المسالك البولية وصحة الرجل ولكن ترتبط بكافة الأمراض المتعلقة بالرجل فنتمنى التوفيق لمنظمين المؤتمر ونتمنى أن تكون هذه الفائدة بداية لفائدة عام إن شاء الله شكرا لحظة الرجل هذا هو ممتع لذلك من المنظمين هناك هنا إذا أحد هم للفائدة من المنظمين هناك وضع جديد من المنظمة نعمنا إن شاء الله نظمي بضع الجانبية تدعين بلا على المنظمة المعلمين وملكم向 المنظمين обычно عندما بحث المنظم بأن المنظم يعتقد أن هذا هو عملي غير مهم حيث في هذه المناطق بمجرد المناطق لما يوجد رؤية المناطق المساف. كل يحصل إلى مدينة. لا تتذكر أن هذه المناطق قد تدخل الناس من المدينة ولكنه أيضا نور عمليات المناطق. وهذا مهم جدد. نحن نجد المناطق لك في المناطق الهنة ومشاركة موضوعة. لذلك نحن لدينا مجموعة مختلفة مع مجموعة ونحن نحن أن الكثير من المجموعة ستتحدث هذه المتحدة في زهرائي نحن في المنزل المتحدة لكثير من 26 عام وزهرائي نحن في هذا مهم خلم لأننا نحتاجها قد مدورة ومعبارة حول الأفضل ومعبارة مطلقا مع بعض المتحدة العربية ما تشتركهم في الواقع المتحدة نحن نرى كده أن هناك وضع بعض المجموعة في المعنزل المتحدة هذا يجب أن تكون مدفعاً لكي تكون مدفعاً لكي تكون مدفعاً ومعرفة الناسات المختلفة أعتقد أنه مرحباً هناك كل مكانين تحديدون لكنه مرحباً مختلفة أعتقد أنه كان جيدا ويعتقد أنه مرحباً من الأمور يمكن أن تحديدون من المدفعات لكل المدفعات الشركات المعروضة أستلس مدفعاً في العالم في أورجي المقبل وفي غير المدفعات نملك ثلاثة سنة مدفعاً دوما نملك بشكل مدفعاً موضوعاً نعمل جيداً ومدفعاً مدفعاً حال معروض الهدف من الشمسات. الهدفة ممتعه وصدف هذه القطعة which I like the most about the event is the merge between the different specialties the urology the cardiology and endocrinology there should be awareness awareness means that everyone when it's related to men's health everybody just seeks to visit the urologists and they don't know there are many different aspects it has to be in mind so having all these figures and all these specialties is a very good thing and having key opinion leaders models in different specialities like Dr. Jaisa Malhashmi in the cardiology and Dr. Hossam Zaki all these figures, it's a very good for the start of the meeting The charity was started 17 years ago and the focus is really on providing financial care for patients going through cancer treatments We have done a few initiatives already out into the public and the number one feedback we got from from both men and women was thank you I'm very impressed. I saw the opening session this morning of the first health conference. I want to call on everybody. Please corporates, universities, high school students, please make a point of bringing your staff and bringing your colleagues and bringing your friends and bringing your husbands to an event such as this. You've got top experts sitting on a panel, open to engage with public, open to answer questions and really it's an opportunity to learn more about the health symptoms and signs of male cancer and also for doctors to see what are the gaps and so we can fill those gaps because really it's about starting the conversation. This is the first time that we have Men's Health Congress in UAE and it is very, very useful and it is needed for prevention and for avoidance of the diseases of the men which is kind of taboo among the men. It is an excellent program that has been organized for this Congress. The first day which is today is for public day and for public awareness. After that many doctors of different specialties such as cardiology, endocrinology, urology, psychiatry are involved and a lot of topics which relates to men's health will be discussed by different experts. I can assure that in the coming years, year by year, we can increase the number of attendees double every year at least. & Cuts 3 موسيقى موسيقى I think this type of event for a men's health conference is very important, and it's a great first step here in Dubai. Men have unique health needs, just like women and children, and to be able to bring together multiple disciplinary people is really important. Bringing specialists from all over the world who are not just urologists, but also cardiologists, endocrinology, psychiatry, is very important to be able to take a look at men's health in a holistic manner. I've been very impressed by Dubai, both in terms of its scale and the quality of both the people and the facilities. I've had a wonderful time here with my hosts from the Dubai Health Authority as well as the Dubai Hospital. It's been a really wonderful experience. The organization of the event has been really world class. I travel around the world for medical education and research, and to come to Dubai it was very well organized and a real pleasure to be here. The idea of creating this event has been a variety of medical facilities. اقتصاص طبية احنا بلشنا ان شاء الله وبداية خير وتكون في دولة الامارات العربية في دبي بالذات في عقد هذا اول ملتقى ملتقى صحة الرجل للمينس هيلت حتى بيكون ان شاء الله بادرة لشيء اكبر بالمستقبل وهو عقد نسويه مثل نقول سوسايتي او جمعية المينس هيلت نجمع عندها اقتصاصات على مكان واحد والهدف الاسمى منه هو هذا هو اللي يكون مثل ما مثل ما نريد نكون شعب سعيد او اكثر صحة بإذن الله I think it's very important to have this kind of meetings in the Middle East you can see a very good mix of public related areas and topics that are directed and basically aimed at the public but also at medical professionals. This is a very big المترجم للغاية العالمية لأنها تجلل من مجلسة من الأمور التي تريد أن تتحدث عنها ولكنها تجلل من المناسبة الشركة ومن المناسبة للجميع لأنها تجلل من المترجم لأنها تجلل من مجلسة نحن نحن بطارقة للناس مجلسة لنفصل على المنطقة وليس لتعلم الإمارات والإمارات فأعتقد أن هذا مجلس لذلك يكون لديه حيث منظم مرحل المعبول على المستقبل المنظم لأوليين ، وماذا نفعل مدروني؟ بل نقطة هنا في هذه المنظمة ، لكن كل من الهاتف بالأمر علينا أن نقوم بحرم المنظم على المنظم ونحن نقوم بحرام المنظم أن نحن جداً ونجد نحن نقوم بحرام المنظم و الأنسر كبير العزية يمكننا التعامل القيامل من النهاية و باليبطير هنا في المعارض المهنين ومدللة من فتاة أيضا كثيرا أنا أعتقد أن هذا رجل جيدا و الأنسبة أكثر من ميشه هذا يكفي الأمر والمعارضات مضح جدا والذي يجب أن تتسقط سوا درسته كيف تصميم الفمرات الكثيرات بها؟ المنز health conference is important because men's health issues probably take less priority over certain other conditions there is an increase in diabetes and obesity in the men's health population and when it comes to sexual dysfunction all of these are interrelated so I think it's very important to highlight these conditions and also demonstrate what opportunities we have for both medical and surgical treatment يحب الجميع الدعوية. المدروره على مكام الموضوع. المنطقة الأولى من العملية المتخدر والاهدوانية المتعكين وممتع للهدوات والناس وما المتعارضة ، وممتع الكثير من مقالفة الهيئة والأعادة من الدعوية المتعاني وما يؤكد يتمنع هذا في حفظ. فعندما تردك جدا لعائفة الهدوانات لا يتكرم بمساعدة إمتباع التركيز على أجل مدرسايا على أشخاص مدريجية ومدرسارة مدرسة المالك. إنه جيدا لدينا مع جمعات مخرجية. في الحقيقة، قد كانت هناك من المادرينين عنه عندما قدمت مدرسلها من المدرسويل وذلك على حين هم يتبعونا بالترابق منه وهم يتحبون ممتعون بممتعون وهم يتحبون ويجبون أود لسيطانات المتجموعة. إنه جيدا لدينا الفيديوان لأننا لدينا الكثير من المشاهدين ومشاهدين ويستطيع أتعلم منذ أن أتعلم من هنا كيف يتعلم وكيف يتعلق بشيئات كما يتعلق لذا فهي جيد لكل أشخاص يتعلمون ترجمة نانسي قنقر